موسيقى مساء الخير بداية النشرة مع العناوين تلقيح النواب يثير الزوبعة والبزري يلوح بالاستقالة ثم يتراجع البنك الدولي يرفع الصوت وتوضيح من الأمين العام لمجلس النواب الرئيس عون واللبنانية الأولى تلقيان لقاح مع عشر من الفريق لسق معلومات عن تأجيل زيارة مكرون للرياض ولقاء بين البخاري والشاي رفع الدعم بالكامل عن المحروقات مستبعد وهذه قصة المئة ألف الثامنة إلا ربعا بتوقيت بيروت أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر أوتيفي.com.lb وإذاعة صوت المدى أثار موضوع تلقي عدد من النواب اللقاح ضد كورونا زوبعة شعبية وسياسية وحتى دولية اليوم ففيما لوح رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح بالاستقالة قبل أن يتراجع الغضب الشعبي كان عارما ولسيما على مواقع التواصل في وقت طرح بعض القوى السياسية أسئلة محددة فيما ندد البنك الدولي بما جرى ملوحا بإجراءات أما الأمين العام لمجلس النواب فشرح تفاصيل ما جرى من وجهة نظر المجلس لكن مهما يكون من أمر الأكيد أن لبنان شعبا ومؤسسات كان في غنا عن جرسة إضافية تضاف إلى عام الفقدان الثقة بين اللبنانيين وجزء كبير من السياسيين من جهة وبين المجتمع الدولي والسياسيين عينهم من جهة أخرى لكن كالعادة من المرجح أن تطوى الصفحة في انتظار زوبعة جديدة لتبقى الكلمة الفصل للناخبين في أي استحقاق مقبل فإذ اعتبروا أن ما جرى اليوم يضاف إلى سواه من الدعسات الناقصة والأخطاء والخطايا فليحاسب ممثلهم أما إذا لم يفعلوا فذلك يعني أنهم متسامحون راضون والقرار في النهاية يبقى لهم غير أن القرار في شأن تأليف الحكومة لا يبدو بالنسبة إلى جهات معينة قرار اللبنانيين بأي شكل من الأشكال حيث تمضي الأيام من دون أي تقدم باستثناء مراقبة تقدم المسارات الإقليمية والدولية على فتاة من موائدها يتساقط على أرضنا فيطبخ حكومة لا يثق اللبنانيون أنها ستكون قادرة على فعل أي شيء طالما النهج هو إياه والتطنيش على الإصلاح هو العمل الوحيد للغالبية الساحقة من القوى السياسية التي أهملت مجرد التعليق على مضمون مبادرة رئيس تيار الوطني الحر الذي طرح الأحد الفائت معادلة أعطون الإصلاحات وخذوا الحكومة متحدياً القوى السياسية السيرة سلفاً بقوانين الإصلاح والتدقيق الجنائي ولكن على جر العادة لا حياة لمن تنادي غير أن البداية من الزوبع التي أثارها موضوع تلقيح النواب ترجمة نانسي قنقر أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم في منزله في مدينة صيدة على خلفية تلقيح عدد من النواب من دون موافقة اللجنة تراجعه عن الاستقالة التي سبق ولوح بها وأكد أن ما حصل اليوم من تلقيح للنواب هو خرق لا يمكن السكوت عنه وقال ما حصل هو بمثابة دق الإسفين بمراحل خطة التلقيح هالخرق هذا اللي لا استطيع السكوت عنه هو محاولة تمييز مجموعة من الناس منحترمها ومنقدرها ومنقدر دورها ونحنا هم عم نحكي سياسي ومنقدر يمكن ونحنا تشكرناهم بالزمال لما نعمل وتشريع سريع ما عنا مشكلة فيهم لكن أنا بعتقد أنه نحنا لما نطلب من كل المواطنين أنه ينزلوا على مراكز التمنيع وياخدوا دور مفروض كل المواطنين ينزلوا على مراكز التمنيع ولا استثناءات والخطة بلشت بانتصار كبير وبنوجه هون تحية للرؤسة الثلاثة حقيقتان لأنه هم اللي التزموا بهالخطة ولم يحاولوا التجاوز لذلك نحنا نستغرب ما حصل ونستنكر ما حصل الاستغراب والاستنكار ما بيكفي لأنه ما حصل هو دق سفين حقيقة بنعش هذه الخطة إذا لا يجوز لأحد أن يتجاوز الخطة شو ما كان السبب نحنا مستعدين نبعد حدا عند حدا إذا كان ما بيقدر يظهر من البيت مريض إذا كان بده مساعدة ولكن نحنا ما منحاول نميز بين مواطن وبآخر رد الفعل المنطقي والأول هو الاستقال لكن قررت أنا في لجنة لازم يتواصل معه حكيت مع أعضاء اللجنة الموجودين معنا أعضاء اللجنة خاصة الأطباء منهم والأخصائيين والمتطوعين إنه إذا بتريد إذا أنت اليوم تركت نحنا في كثير مننا حيتركوا معك وبالتالي ممكن يصير نحنا حنسهم بما يسمى بإفشال مزيد من هذه الخطة ويجب التصدي لهذا الخلل ويجب حتى أن يكون هناك بيان توضيحي وتفسيري يشرح هذا الخلل وأسبابه وصولا إلى درجة أنه الوعد بعدم مرة تانية تكرار هذا الخلل البنك الدولي عمي رائب والبنك الدولي اليوم سجل الخرق والبنك الدولي باتجاه إلى اتخاذ إجراءات اتجاه هذا الخلل البنك الدولي تمنى كمان أن هده اللجنة أن تستمر بعمله وأن لا يستقيل رئيس اللجنة منهم نقول نحن حقيقة أمام تحدي أساسي وكبير ما حصل لكن خارج إدارة إرادة اللجنة ما حصل لم يتم بالتشاور مع اللجنة لا رئيسا ولا أعضاء ما حصل هو خارج إطار التراتبية اللي وضعتها اللجنة ما حصل لا يجب السكوت عنه أنا اليوم رغبتي الشخصية حقيقة ورغبتي الحقيقية في أنه أن أعتذر لأنه اليوم أنت ما فيك تدلك ماشي ضد يعني تدلك ذاك أنك دايما 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 بدك تجرب تواجه التحديات والتجاوزات لكن بالمقابل في عنا مسؤولية وطنية أنه منع الشعب اللبناني برجع بقول لا مشكلة مع وزارة الصحة حقيقة لأنه وزارة الصحة كانت كمان عم تعمل جهدة لكن نحن منقول أنه ما حصل اليوم خطأ كبير ويجب تبريره وإذا هالتبرير هذا كان مقنع ممكن حقيقة أنه نقدر نستمر بعملنا إذا هالتبرير كان غير مقنع وممكن أنه يحدث مرة تاني فبكرة الساعة ستة مساء ممكن يكون عنا موقف كلنا كامل مشترك باللجنة في المقابل أوضح الأمين العام لمجلس النواب عدنان ظاهر أن عدد النواب الذين تلقوا اللقاح هم ستة عشر نائبا بوجود فريق من وزارة الصحة والصليب الأحمر اللبناني عدد النواب الملأ حين 16 بوجود وزارة الصحة والصليب الأحمر اللي هو وسيط مع المونك الدولي اللي ممثل بعلاق هاجر وندين خوري والدكتور حسام شرقاوي هو اللي بيتصل بالبانك الدولي وكل هالأسماء اللي موجودة لتلقى حيث هي على المنصة وحسب الفئة العمرية اللي موجودين كيف صادفت أنه على المنصة رسل أسماء كل اللي هنه ما فوق السبعين بينما الناس البرد مثل أهلين ونحنا ما في حدا إلا إذا كان فوق السبعين بيكون عنده مرض معين نحن تسهيلا لعمل المستشفيات لحتى ما نصير في إزدحام جينا عملنا هل وكان المدير الأقلمي لاددلي دائرة المشرق في مجموعة البانك الدولي ساروشكو مارجاه لوح في تعليق له على مواقع التواصل الاجتماعي بوقف التعاون مع لبنان في موضوع لقاحات كورونا معتبرا أن ما جرى اليوم لا يتماشى مع الخطط الوطنية المتفق عليها مع البانك الدولي مؤكدا تسجيل خرق الشروط والأحكام المتفق عليها للتطعيم العادل والمنصف ومشددا على أن على الجميع التسجيل وانتظار دورهم وموجها السؤال في هذا الإطار إلى وزير الصحة الدكتور حمد حسن ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح الدكتور عبد الرحمن البزري إلى ذلك أشار نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف في بيان تعليقا على عملية التلقيح ضد كورونا إلى أن حساب الحقل جاء مغايرا لحساب البيدر إذ أظهر التنفيذ على أرض الواقع عيوبا كثيرة من حيث الأداء طفح الكيل وصحة الناس خط أحمر اللجنة المختصة بلقاح كورونا بوزارة الصحة حضرت عمل جبار بكافية توزيع شروط وتوزيع اللقاحات والأولويات وهي مشكورة على العمل اللي عملته ولكن التنفيذ على الأرض أظهر عيوب كثيرة من حيث الأداء وضعف التنظيم والفوضى وعدم الشفافية والاستخفاف بالقطاع الصحي وتخطي الأولويات ونحن منهم أطباء سيادة ممرضات مسئلين لم يحصلوا بعد على لقاح وقاعدين عم يشحدوا بالواسطة تحتى ياخدوا حقهم وهيدا أمر مرفوض وغير مقبول طلبنا إشراك الكطاع الخاص باللقاحات ولكن الوزارة مع الأسف رفضت هن بديني والواقع بديني تاني والأمور ما فيها تكمل هيك نحن آدمين مع الأسف على كارثة كبيرة إذا الأمور ما بسرعة تتصلح وندعو إلى إشراك القطاع الخاص بالتلقيح أولا بدي أسأل ويني هاللقاحات اللي إيجي والوعود بتلقيح الطائم الصحي كأولوية وكل يوم عم بيموت عنا أطباء ممرضين ومسنين نحن مستعدين كنقابي نلقح كل الإطاعة الصحية خلال أسبوع ونعمل مركز عنا تننهي هالقضية ممنوع يموت طبيب أو صيدلي أو ممرض أو إنسان قادر يحصل على اللخاح وما عم يحصل عليه ممنوع نجحة حقنا في داعي كبير للهلع والعمل بسرعة وفي ظلم في غضون ذلك وردا على الإشاعات أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية العمد ميشيل عون واللبنانية الأولى تلقيا لقاح ضد كورونا مع عشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح ودع رئيس عون في المناسبة اللبنانيين إلى الإقبال على تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقي اللقاح والمساهمة في مكافحة انتشار هذا الوباء يذكر أنه كانت سجلت خلال الفترة السابقة إصابات بفيروس كورونا في الفريق العامل المباشر مع رئيس الجمهورية في غضون ذلك وفيما سجلت الساعة الأربع والعشرون الأخيرة 2723 إصابة جديدة و59 حالة وفاة تتوالى الدعوات إلى المواطنين لتلقي اللقاح فما هي رسالة الممثل وجيه سقر الذي استحب والدتها اليوم لتلقي اللقاح ينضم إلينا عبر سكايب مساء الخير وجيه مساء الخير ويعطيك ألف عافية أنت كمان وإن شاء الله السلامة والصحة تظل مرافقتكن اليوم اطلقت الوالدة اللقاح في رسالة حابب توجهها خصوصا أنه سبق وانصبته بكورونا نعم للحقيقة بعد إصابة الوالدة بتاريخ 14 تموز وصحت بـ 14 قيب كنا عايشين بقلق دائم أنه ننخاف نرجع ننصاب مرة تانية هالمرة أنا نصبت مرة تانية وخلصت الوالدة نحنا كنا بانتظار اللقاح وبالفعل بس إجا اللقاح أول شي عملته أنه سجلنا الوالدة تهيي تعمل اللقاح ومبارح تقريبا تصلوا فينا عبر المنصة وقالونا أنه اليوم دورة بمستشفى المعونات فنزلتها وأخذت اللقاح وانتظرنا تقريبا شي ربع ساعة حتى صارت أنه ما أخذت شيها ولا عارض ولا أي شي وتميسلت بالشفاء وجبناها على البيت أنا اليوم كتير مبسوط ومرتاح نفسيا لأنه أنا هلأ أبلش تصوير مسلسلين لرمضان فبقى أضطر انخلط بالعالم وخايف أرجع جيب الكورونا للمرة تالتي تالتي؟ 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 إن شاء الله لا بس مفروض تكون أخذت المناعة الكافية ويمكن أنت يعني هلأ بتأجل أشهر لتتسجل لتلقي اللقاح صح؟ للصراحة بالاتصال مع حكيمتي دكتورة نتالي رزق طلبت مني أنه بعد ثلاثة شهر أنا أسجل نفسي وبدأ أخذ اللقاح وأنا بدعي كل الناس من منصة الأوتيفي أنهم يتسجلوا بأسرع وقت ممكن لأخذ اللقاح لأنه إذا ما عنا مناعة اجتماعية ما رح نقدر نخلص من الفيروس أنا فقدت ستة أو سبعة من أشخاص قريبين لإلي وهن أصدقاء لإلي منهم قبار بالسن هن أصغر مني حتى فقدتهم يلي بده يحب عائلته ويلي بده يحافظ على أصحابه وأصدقائه وليزم يدعي كل الناس أنها تأخذ اللقاح لأنه عدم أخذ اللقاح ما رح نقدر نعمل مناعة اجتماعية ورح يضلوا الفيروس يفتك فينا فبليز أي شخص أنا شفت شوي الأحصائيات يلي بتشير لأنه ما في كتير ناس تسجلوا تأخذوا اللقاح فهيدا الشي مش مقبول أبدا كل اللقاحات اللي عم تجي على لبنين هي معترفية دوليا ما إلى أي تأثير جانبي لحد هلأ بين أنه نختار الموت أو اللقاح ضروري نختار اللقاح بدعي كل مواطن عم بيحترنا هلأ بليز يسجل اسمه على المنصة لأنه روح أحبابنا وروح أولادنا وروح أصحابنا روح بياتنا وإخواتنا أغلى من أي شيء تاني فيخذوا اللقاح بأسرع وقت ممكن وهون أكد مع التمنيات بأنه يكون فيه تسريع بعملية التلقيح والوالدة يعني هون التجربة أنه كان فيه تسجيل التواصل سريع كل شي مسهل الإجراءات يعني هون اللبناني يعطوا لبيعت الهم يتعذب كان كل شي مسهل صح؟ لا لا كان كل شي مسهل كان كل شي منظم اتصلوا فينا وقالونا اليوم موعدة ونزلنا وقفنا بالصاف وأخذوا كل الانفورميشن وفتنا ونطرنا نص ساعة تكون تشوف إذا في شيء ممكن تتعرض من بعد التلقيح بقيته نص ساعة لتشوف إذا فيه رد تفعل نعم أبدا كانت كلها سالمة وكانت كتير سهلة ولتأينا كمان بأصحابنا وبعمة وبكتير ناس بقربونا تحت كمان كانوا يأخذوا الفاكسين فمنشان هيك لازم نشوف كترة أكتر بأخذ الفاكسين يكون عندنا ثقة بالفاكسين لأنه ثلاث رباع العالم ما عندهم ثقة بالفاكسين لا ما عليش هيدا جاي بالاتفاق دولي أنه ناخده نحنا مش معقول يعطونا شيء منه زابط فشيلوا هالشكوك على جنب وخلصوا حياتكم من أنكم تاخدوا الفاكسين شكرا لألك الممثل وجيه سقر على هذه المشاركة والسلامة لألك وعيدك ولكل محبينك شكرا جزيلا مؤسسة سي أم آس جي أم الخيرية تواصل التزامها تجاه لبنان وجديدها باخرة محملة بمساعدة طبية طارئة لدعم طاقم الرعاية والاستجابة للطوارئ الصحية في لبنان في الشكل قد تكون هذه الباخرة التي تحمل اسم بنجامين فرانكلين والتابعة لشركة النقل البحري سام آس جي أم أكبر باخرة يستقبلها مرفأ بيروت في تاريخه إذ يبلغ طولها قرابة الأربعمائة متر لكن الشكل وعلى أهميته يصبح ثانويا عندما ندرك أهمية متحويه هذه الباخرة من حاويات كلها مرسلة من مؤسسة سي أم آس جي أم الخيرية برئاسة تانيس عدل المستشفيات اللبنانية والصليب الأحمر اللبنانية وفيها مواد وتجهيزات طبية والهدف واحد مساعدة لبنان بظل جائحة كورونا عشرين جهاز تنفس مخصص للمستشفيات حملت هذه الباخرة وقد سبقتها بأيام باخرة أخرى تابعة للشركة نفسها ضمت عشرة أطنان من مستلزمات الحماية الشخصية التي تحتاجها الفرق الطبية للعناية بمرضى كورونا هذه الحاويات المليئة بمنتجات من مواد ومستلزمات تؤمن حاجات الاستهلاك اليومية والتي أشرفت الشركة على توزيعها للصليب الأحمر والمستشفيات اللبنانية الخاصة والحكومية ستغادر لبنان محملة أيضاً ولكن بمنتجات لبنانية ستوصلها شركة سام أسجام لمختلف أنحاء العالم في مبادرة أرادت منها الشركة التأكيد مرة جديدة على دعم مؤسسة سام أسجام الدائم للبنان ودعم الاختراب اللبناني لأبنائه كلما اشتدت المحن وضاق الأمل في غضون ذلك منظمة الصحة العالمية تؤكد أن لا معطيات بأن اللقاحات قد تمثل خطراً وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطي حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتحدة عتبت النصف مليون وفاة بالنبأ المفجع مطالباً مواطنين بتوحيد صفوفهم للتصدي للجائحة وفي خطاب له طالب من الأمريكيين أن يتذكروا أولئك الذين فقدناهم وتابع أطلب منكم أيضاً أن نتحرك أن نظل يقذين أن نلتزم التباعد الاجتماعي أن نضع الكمامة وأن نتلقح وبعدها خرج بايدن ترافقه زوجته ونائبة الرئيس كامالا هارس وزوجها إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض حيث وقفوا دقيقة صمت حداداً على الأرواح التي أزهقها الفيروس والتي تمثلت بخمسمائة شمعة أضيئة خلفهم وكانت الأعلام نكست خلال النهار فوق البيت الأبيض والمباني الفدرالية في سائر أنحاء البلاد وفوق السفرات الأمريكية في جميع أنحاء العالم إلى ذلك أشار مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعضية أنتوني فوتشي إلى أن وباء كورونا ظهر في وقت عانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية من الانقسامات السياسية لافتاً إلى أن مجرد ارتداء قناع أصبح رسالة سياسية أكثر من كونه إجراءاً للصحة العامة وركز في مقابلة مع وكالة ريترز على أنه ما كان ينبغي للولايات المتحدة الدولة الغنية أن تسجل نصف مليون وفاة بالوباء مضحاً أن التطعيم بإمكانها أن يساعد الولايات المتحدة في تحقيق مناعة القطيع والحماية من الوفيات وحالات المرض الشديد التي يسببها الوباء أما على صعيد اللقاحات فأكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا تتوفر لديها معلومات تشير إلى أن أي من اللقاحات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا قد يمثل خطراً على صحة الناس وقالت كبيرة الموظفين العلميين للمنظمة سوميا سومناثان خلال مؤتمر انتحفي هذه القضية مهمة للغاية يجب أن يفهم المرضى مدى فعالية نظام مراقبة أمن اللقاحات خاصة مع العلم بأنها ظهرت في الأسواق في غضون فترة زمنية وجيزة جداً إلى ذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم في الصين أن العام الدراسي سيستكمل بعد توقف المدارس والجامعات عن نشاطها بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا منذ الربيع الماضي وذكرت الوزارة الطلاب الصينيون سيعودون إلى الحياة المدرسية العادية ولتقليل مخاطر أي عدوى محتملة طلبت الوزارة من المدارس ترتيب عودة الطلاب وقالت أنه ستزري اختبارات كوفيد-19 للمواقع والمجموعات الرئيسة ويجب تطهير الأماكن الرئيسة بشكل منتظم عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدورية الإلكترونيا برئاسة النأب جبران باسيل وأصدر بيانا رفض فيها أي استنسابية في تلقي لقاح ضواباء كورونا ودعاء الاحترام القواعد المنصوص عنها للفئات العمرية والقطاعات التي يضعها تعطيها للزمي مع الناس في الصفوف الأمامية ومع تأكيده ضرورة الإسرع في تشكيل الحكومة ضمن الأصول الميثقية والدستورية استغرب التكتل عدم صدور أي ردود إيجابية من المعنيين في عملية التأليف تفتح أبواب النقاش المنطقي على المبادرة التي أطلقها رئيس التكتل واعتبر أن التجاهل وصدور بعض المواقف الفارغة من أي مضمون سياسي أنما يدل على الفارق بين الهم الوطني لتكتل وأسعي الآخرين لتثبيت الهيمنة ووضع اليد على الحقوق وفي إطار الموقف الثابت بضرورة تشكيل حكومة تحترم الميثاقة وعدالة التمثيل أعلن تكتل تأييده لما صدر عن لقاء خلدي برفض الإشحاف في تمثيل الطائفة الدرزية بوزير واحد والتعدي على حقوقها في تكوين السلطة كذلك أيد موقف البطريارك الماروني ومطارنا الطائفة الروم الكاثوليك بضرورة حفظ حق الطائفة في تمثيل الواجب بأكثر من وزير واحد في الحكومة وفي سياق آخر أعتبر التكتل أن تعيين محقق عدلي جديد في جريمة المرفأ يشكل فرصة حقيقية لاستعادة الثقة بالمسار القضائي اللبناني البحث الحكومي عاد ليدور حول عدد الوزراء ولكن لا تقدم سجل وسط معلومات تفيد بأن زيارة الرئيس الفرنسي نهاية الشهر الحالي للسعودية باتت بحكم المؤجلة صحيح أن رئيس المكلف سعد الحريري عاد أمس إلى بيروت مختتما زيارته للإمارات لكن الأكيد حتى اللحظة أن جولات الحريري الخارجية التي شملت حتى الساعة مصر وتركيا وقطر والإمارات وفرنسا لم تسفر عن جديد حكومي يذكر ولو أن البحث تخطى حكومة من 18 وزيرا إذ تفيد مصادر مطلعة في هذا الإطار بأن عدد الحكومة عاد إلى دائرة الضوء للبحث لكن على قاعدة 22 أو أكثر هذه المعطيات تخالفها مصادر مقربة من رئيس سعد الحريري إذ تجدد عبر الأوتي بالتأكيد بأن عدد وزراء الحكومة بالنسبة للحريري أقله لم يتبدل ولازال عند 18 وهو لن يسير كما تقول مصادره وكما أبلغ نوابه بطرح حكومة من 20 أو 22 أما على قطب عبده فتفيد أوساط مطلعة على جوها بأن القصر الجمهوري يترقب بأن يأتي الرئيس الحريري منزها هذه المرة من أي شروط أو قيود أو ثقوف تعجيزية وكذلك الإسراع بتأليف حكومة برئاسة الحريري طالما زكاه 65 نائبا لكن بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وتضيف الأوساط ردا على السؤال نفاذ صبر بعبده مرتبط بتفاقم الأمور بالبلد فمن يستطيع أسر التأليف وتحمل هكذا تدعياته وبانتظار أي تطور خارجي تؤكد مصادر متابعة لا تقدم على الخط الحكومي بل هو الجمود الذي يراوح مكانه وسط معلومات من العاصمة الفرنسية تفيد بأن الزيارة التي كان من المتوقع أن يقوم بها رئيس الفرنسي إمانويل مكغون نهاية الحالي إلى السعودية لم يعد موعدها على نار حامية في أروقة الأليزي ما يؤشر إلى أنها تأجلت أقله راهنة وهنا تشير مصادر باريسية إلى أن هذه الزيارة كانت تدرس كاحتمال ولم يكن بوتا نهائيا بموعدها معنى الزيارة التي قيل أن الحريري سيقوم بها للسعودية في الأيام المقبلة فتفيد المعطيات بأن لا موعد حدد بعد لكن تشير إلى أن هناك احتمالين إما أن يزور الحريري السعودية قبل تشكيل الحكومة ويلتقي وزير الخارجية وإما يزورها بعد التأليف فتحكم عند إذن السعودية على شكل الحكومة وتركيبتها لحل حالة الأمور أو تعقيدها زهر وفد من التيار الوطني الحر ضم نائب سيزار أبي خليل والوزير السابق منصور الطيش السفير البابوي في لبنان المونسنور جوزيف سبيتاري ونقل إليه مذكرة من رئيس تيار جبران باسيل وبحث معه تطورات لبنانية وما تضمنته كلمة قداسة البابا عن لبنان أمام سلك دبلوماسي قبل أيام وأبدى الوفد ارتياح التيار الوطني الحر لكلام الحبر الأظم وحرصه على وجود لبنان ووحدته ودوره في الشرق وعلى أهمية الدور المسيحيين ووجودهم ورسالتهم وقد سلم أبي خليل وابطيش السفير البابوي المذكرة باسم التيار إلى الكرسي الرسولي ولم يكشف عن مضمونها أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية أن أبي إبراهيم كنعان بعد جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابيتين أنه تم إقرار اتفاقية القرد مع البنك الدولي مبدئيا مع الأخذ بملاحظات النواب والتزمت الحكومة بالتنفيذ وأوضح في تصريح من مجلس النواب أنه ستكون هناك تقديمات نقضية في ضوء قرد البنك الدولي أيضا اقتراح قانون متقدم فيه أنا اللي هو موضوع قرد الإسكان وتعديل السقوف اللي كانت 450 اللي كانت من 300 مليون ليرة على دولار ألف وخمسة بتعمل شيء تصير 450 واللي كانت 450 مليون ليرة للدخل المتوسط بتصير بال600 مليون هلأ مبدئيا أقر اتفاقية القرد أقرت على أن يتم فيه هايدي لائحة بالملاحظات يلي أبدوا فيها الزمل النواب والكتال واللي صار فيه إعادة تفاوض بالأسبوع الماضي من بعد ما الليجان المشتركة قرروا أنه ما يوافقوا على القرد مثل منه وبالتالي هالملاحظات تم الأخذ فيها والتزمت الحكومة بأن تنفذ أولاً أن تسعى مع البنك الدولي بما هو يتعلق فيه يعني بصلب الاتفاقية أما بما يتعلق بالحكومة فالتزمت مباشرة بالتنفيذ وهذا رح يبين بتنفيذها الملاحظات وهذا رح يظهر بالهيئة العامة وقت البدا تمثل الحكومة والوزراء المعنيين أمام المجلس النيابي فإذاً رح قلكن شو هنه الملاحظات برنامج الأخذية العالمي التابع لأمم المتحدة سمعتوا أنه صار فيه تقديمات نقدية وبالتالي هذا الأمر طبعاً هو أسرع من عملية البطاقات التموينية يعني رح يصير فيه تقديمات عينية نقدية عفواً وهذه التقديمات بدل ما يحسم مثل ما كان جاي بالبرنامج ما نسبته 6% من المبلغ تم تخفيض هذه النسبة إلى 1% فقط وبالتالي هيدا كمان تعديل بحسن من شروط القرض وبيعطي إمكانية أكبر للعيل طبعاً الأسر اللي هي حتى دون خط الفقر وما أكثرها اليوم في لبنان ترشيد الدعم هيدا أكيد بساعد بترشيد الدعم وقت اللي عم تجي تشيل بالموضوع الغذائي أو بالموضوع التربوي أو حتى بموضوع المسنين والملاحظات اللي هلأ أبدوها النواب من كتل مختلفة حول موضوع الصحة أكيد أنت عم توفر بالحد الأدنى بالربع مليار دولار يلي هني تقريباً 246 مليون دولار عم توفر من فتورة الدعم على أن تكون الحكومة جاهزة بعملية يعني إقرار ترشيد الدعم وهيدا تمني اللجان المشتركة التوظيف كمانا الحاجة فقط لأن عم ينحكي كتير عن توظيف عن 11 موظف هاو دي رح يصير فيه تعامل بالليرة اللبنانية برواتب مع ثقوف كتير معقولة وليست الثقوف اللي كانت يحكى فيها بالماضي وبالدولار وما بعرف شو لأنه اللي كان هيدا الموضوع خايف منه تم استضاح المعنيين من الوزراء اللي كانوا حاضرين وبالتالي أيضا اعتمدت خيارات واختصاصات وعمليا كفاءات إلى آخره ويردي كلها ببند التوظيف المشتريات كذلك الأمر صار فيه ترشيد وتوفير بهذا الموضوع مع الاستشارات صار فيه توفير بحدود العشرة مليون دولار بهذا الأسبوع بين رفع الدعم وأسعار البنزين أرقام وأخبار صحيحة ومغلوطة قراءة حول الأثر الاقتصادي وأبو شقرة يستبعد عبر الأوتهي رفع الدعم كليا عن المحروقات كلما حصل حديثا عن رفع الدعم يكون البنزين في سلم هموم المواطن اللبناني مع السؤال الحاضر الدائم الدارح تصير التنكي وتسمع أرقام كمية ألف وثمانين ألف وستين ألف هنا الإجابة ترتبط بعوامل عدة تبدأ بأسعار برميل النفط عالميا وتنتهي بسعر صرف الدولار الذي وصل إلى أكثر من تسعة تلف ليرة لبنانية وهنا المشكلة الأكبر إذا رفع الدعم قدير حتصير التنكي يعملوا ترشيد يعملوا تخطيط للدعم من الخمسة واثمانين للستين بالمئة هذا الشيء اللي عابد حكى وعبر المواقع عابدت لعكثير أخبار إن رح سير مئة ألف هذا الشيء أنا برفضه لأن المواطن ما بيحملها الشيء وحرام عابيعيشوا قلق للمواطن إذا افترضنا راحة الحكومة اللي بدأ تيجي أو الحكومة الحالية على قرار رفع الدعم أو ترشيد الدعم مثل ما أمين حكى وصار في اعتماد افترضنا لسعر صرف المنصة 3,900 لتأمين حاجات الناس من البنزين والمزوت تنكيب البنزين سيكون سعرها تلقائيا بين 55 و 60 ألف ليرة بحسب وسيطة وإذا تركوا التجار والشركات يأمنوا دولار بشكل مطلق من السوق سعر صرف السوق سيطلع تلقائيا لفوق 10 ألف ليرة بعد رفع الدعم فبالتالي سيكون سعر سعر صفحة البنزين من 80 إلى 90 ألف ليرة بينما تنكيب البنزوت مزوت على سعر صرف 3,900 يكون حقا 42 إلى 43 ألف ليرة وسعر الصرف الرسمي إذا راحت الشركات تتأمنها من اعتماداتها من السوق السوداء سيكون سعرها بين 60 و 70 ألف ليرة يعني أننا نصننا لمرحلة تدمير ممنهج للاقتصاد اللبناني بالأرقام ينظر ارتفاع سعر البنزين بأزمة اقتصادية أكبر من التي نعيشها وأصعب والسهام ستضرب المواطن والشركات على حد سواء ارتفاع أسعار المحروقات بدرجة أولى هو عم بيأثر على جيبة المواطن وقدرة الشرائية لأنه كان بعد بيعتمد على الدعم كآخر طلقة لا يكمل لآخر الشهر من ريبه وأمر الآخر التاني هيأثر على ضعف القدرة التنفسية للمنشآت اللي ما تمدي على المحروقات والطاقة وهي ما زال من منشآت التي تتمد على هذا الأمر فبالتالي حتدفى كلفة الإنتاج عندها حتضعف قدرتها التنفسية بالمرحل اللي جاي يعني مزيب من الإخفاء مزيب من الضعف بالاستثمار مزيب من الرقود الاقتصادي تؤكد مصادر مواكبة أن خطة ترشيد الدعم أصبحت أقرب إلى الواقع وقرار رفع الدعم كليا وخصوصا عن البنزين مستبعد تماما أقله في هذه الفترة والعمل جار بالتوازي على البطاقة التمويلية التي ستكون بمثابة التعويض على حوالي 600 ألف عائلة والأمطار الأخيرة ترسم بين الوزرات المعنية ورئاسة الحكومة ومجلس النواب كل ذلك ليس سوى واجب على من أوصل البلاد والشعب إلى هذا الوضع الدقيق والبنزين عين صغيرة إذ حان الوقت لمن يتلاعب بالأمن الغذائي والصحي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين اللبنانيين أن يتحمل المسؤولية المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية في بيروت عبر تقنية الفيديو ورئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يدعو لتفعيل دور المرأة في المجتمعات شادد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون على ضرورة إتاحة الفرص بشكل متساون بين الرجل والمرأة ومشددا على أنه من شأن أي تقاعص في هذا الاتجاه أن يضاعف التناقض بين التطلعات والواقع كلام الرئيس عون جاء خلال افتتاح المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي اختار بيروت مكانا لبحث دور المرأة العربية والتحديات الثقافية وكيفية تحويلها إلى فرص للتضامن والنجاح تتجه الأنظار نحو المرأة كونها في موقع متقدم في مواجهة مختلف الصعوبات إذا ما تم إعدادها وتمكينها كيف يكون ذلك؟ أن الحضارات كافة وليدة الثقافة والثقافة استراتيجية عمل مسلسة الأبعاد قائمة على التوعيات على التراث الفكري والعلمي والفني والتدريب على تفعيله وتطويره وإغنائه هذا النوع من التنمية الضرورية لمجتمعاتنا انطلاقا من المرأة لا يتحقق بمعزل عن ضرورة إهتاحة الفرص بشكل متساوى بين الرجل والمرأة ومن شأن أي تقاس في هذا الاتجاه أن يضاعف التناقض بين التطلعات والواقع من جهتها أكدت رئيسة مؤتمر المنظمة في دورته الحالية كلودين عون روكوز أن الثقافات المجتمعية هي التي يجب أن تتطور لتؤكد مساواة حقوق المرأة والرجل هكذا نرى مثلا أن الاعتراف بالحقوق السياسية للمرأة تأخر للنصف الثاني من القرن العشرين لأسباب ثقافية في دول صناعية متقدمة ونرى مثلا أن مسألة السبل مكافحة العنف الذي تتعرض له المرأة لا تزال موضوع نقاش في بلداننا العربية سيداتي سادتي إن الهرمية الرمزية التي ألصقتها ثقافات المجتمعات البدائية في العالم بتمايز جنسي الذكور والإناس أنتجت في هذه المجتمعات قناعة بأنه ينبغي لأن يكون الذكور متقدمين على النساء ولا نزال نعثر على أثر لهذه القناعة في مجتمعاتنا المعاصرة على الرغم من أن تطور التاريخ يثبت التبدل المستمر في أنماط عيش البشر وفي الثقافات التي تنتجها فكما المجتمعات ونمط العيش فيها تتحول الثقافات وتتحول معها الأطر النازمة للعلاقات المجتمعية وفي كل عصر وفي كل بيئة للأشخاص الفاعلين في المجتمع أن يتطلعوا للعيش بحسب بنى ثقافية تتيح فتح المواهب التي تختزنها الرجال كما النساء كما كانت كلمات لممثلات كل البلدان العربية وتم عرض فيلم صغير عن لبنان ودور المرأة فيه وأبرز المراحل في تاريخ النضال النسائي في قصر بعبدة سلسلة لقاءات لرئيس الجمهورية أبرزها تترق إلى الوضع الأمني والانتخابات الفرعية وفي هذا السياق استقبل الرئيس عون وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي وعرض معه لوضاع الأمنية في البلاد وموضوع الانتخابات النيابية الفرعية الرئيس عون استقبل أيضا مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان في زيارة ودعية لمناسبة انتهاء خدمته في لبنان والمدير الجديد للمنظمة في لبنان وتناول البحث التعاون بين لبنان والمنظمة البشرية بخطر والسبب كورونا أما الحل فهو اللقاح كورونا بتقتل بس اللقاح ما بيقتل اللقاح بيفيدك ما تتردد استشير طبيبك هلا وخلي معلوماتك مبنية على أصص علمية أنا أكيد رح أخذ اللقاح إيران تنهي البروتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي الموازئات دعوة فرنسية ألمانية بريطانية إلى طهران لوقف الإجراءات التي تقالس شفافية وضمان التعاون التام مع الوكالة الدولية إيران والاتفاق النووي والسياسة الجديدة للإدارة الأمريكية الجديدة هم الحدث الأبرز عالميا في هذه الفترة إذ أنهت إيران البروتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يتماشى مع القانون الذي أقره البرلمان العام الماضي ووفقا لإعلان مندوب طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادم غريب أبادي تم إقاف العمل بالبروتوكول الإضافي وكافة أنشطة الرقابة الدولية خارج معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي وكان أبادي قال إنه اعتبارا من منتصف ليلة الاثنين لن يكون لدينا التزامات سوى إجراءات السلامة مؤكدا أنه لن يكون هناك أي التزام خارج معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي إلى ذلك أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الوضع النووي الإيراني مقلق وفقا لما جاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية وجاء هذا التصريح خلال رقاء في بريكسال جمع وزير الخارجية الفرنسية جنائف لودريان بزملائه من الاتحاد الأوروبي يأتي هذا التصريح أيضا تزامنا مع تأكيد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنائي أن بلاده يمكنها تطوير السلاح النووي لكنها لا تريد ذلك على صعيد آخر أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنه سيتم الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لدى سيول بعد التشاور مع واشنطن وأفادت الوزارة بأن كوريا الجنوبية تبحث مع تهران سبل استخدام الأصول المجمدة وأن الجانب الإيراني أعرب عن موافقته على المقترحات المقدمة من جانبه أما في موضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فأكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في اتصال مع نظيره الإسرائيلي أن واشنطن تعتقد أن حل الدولتين هو أفضل سبيل لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن شدد في الاتصال الهاتفي مع الوزير الإسرائيلي على إيمان إدارة الرئيس جو بايدن بأن حل الدولتين هو أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة فاصل جديد ونعود أهلا بكم من جديد إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع جانيفر مزرعاني مساء الخير اشتهر الشاف التركي بوراك على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الفيديوز اللي بينشرع على انستغرام هو وعم يقلب أطباق عملي أمن الطعام على مختلف أنواعه إلا أنه هالمرة فيجأ الشاف متابعي بفيديو في شلفه بقلب الجات الأملاغ أمام مطعمه بدباي على نحو آخر نشرت وكالة الفضاء الأمريكية نازا أول فيديو بيصور هبوط المصبار الخاص فيها على كوكب المريخ هالفيديو حصد أكثر من ست مليون فيوز على تويتر وأخيراً شمرة شفتو شمرة بيت ماشي على الطريق شوارع سان فرانسيسكو شهدت على هالموضوع حيث قامت إلية بناء المنزل التاريخي من العصر الفيكتوري من موقعه الأساسي إلى موقع جديد بيبعد ست شوارع من الموقع الأديم واصطف المتفرجون على الأرصفة لالتقاط صور هالحدث ومع هالخبر نكون وصلنا لخيتين فقريت السوشيال ميديا للمزيد تبعونا بكرة تصبحوا على خير وإلى الأحوال الجوية مع كارلا موسوار تقص مستقر رح يسيطر على أجواءنا هالأسبوع ولبكرة جونا صاف في قليل الغيوم ودرجات الحرارة رح تتسجل على الشكل التالي نبدأ جولتنا مع كار و17 درجة 19 بترابلوس 18 بالعاصمة بيروت و19 بصور ننتقل إلى بعلبق مع 12 درجة 6 باللقلوق 13 بزحلة و12 بجزيل نسبة الرطوبة عم تسجل أقصاها على السواحل 75% رياح تجاهها جنوب غربي وعم بتسجل سرعتها 35 كم بالساعة أما حال البحر فهدي كيف رح بيكفة تقصنا للأيام اللي جاية لبكرة مثل ما ذكرنا جونا صافة مستقر درجات الحرارة على السواحل عم بتسجل 18 درجة تستقرع 18 لنهار الخميس ولنهار الجمعة وبترتفع بشكل إضافة لنهار السبت لتسعة عشر درجة وجونا صافة قليل غيوم هنا بنوصل لختم نشرتنا أنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة تصبحوا على الفخير ومع الأحوال الجوية نصل إلى ختم نشرتنا الإخبارية للمزيد كما تابعونا عبر حسابنا على فيسبوك وتويتر شكرا إلى اللقاء